اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي إمارة أبوظبي اعتمد اطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه الذي يعد مجمعا اقتصاديا متكاملا في أبوظبي تعزيزا للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل انهيان أهمية مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية لتطوير الإنتاج المحلي المستدام ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية والموارد المائية إقليميا ودوليا